أهلاً 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 بحضراتكم مصر بتاعة كل الناس مصر دي بتاعة الإنسانية مصر لكل أهل الكرة الأرضية مع الاحتفاظ بالسيادة الوطنية وكل شيء برضو علشان لا يؤول الكلام في غير مواضعه أصل مصر دي هي البوطقة لو صح كلمة البوطقة يعني أنها كلمة مستهلكة جدا لكن مصر هي المكان اللي كل حاجة تدوب فيه مصر ما بتبصش على مين دينه إيه شارعته إيه طيفته إيه مصر ما بتبصش مين لونه إيه مصر ما بتبصش الإنسان نوعه إيه راجل ولا ست أمر لا يعنيني مصر بتبص على أنه أنت أول حضارة تقدم للمجتمع الإنساني أفكار متعلقة بالبشرية جمعاء على رأي محي إسماعيل ربنا أديله الصحة جمعاء دي عظمة مصر مصر قبلة قال البيت قال بيت الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام حبوا مصر وجلها برجليهم جلها بقى على ظهر الراحلة جمال كان والله حصان جم من المدينة المنورة لحد هنا ده مش بس كده ده قال البيت اللي كانوا وراحوا وقعدوا في المغرب برضو جم من المغرب لحد هنا وعاشوا هنا واتدفنوا هنا وبالتالي عندنا مقامات بقى لقال البيت حدث كيف ما شئت وعايزك في مرة من المرات تروح تتمشى في شارع الأشراف يا سلام أيواء اللي في مقام السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها نفيسة العلم روح وزور وقرى الفتحة ولو انت مش من الناس اللي هتقرى الفتحة من المصريين أهالينا اللي موجودين من ديانات أو شرائع أيا كانت روح واستقبل الرحمات الإلهية اللي نازلة من السماء اشتركوا في القناة